تغييرات المناخية التغييرات المناخية هي كنعرفونا بالآن راجعة لتحولات في النماذج للإنتاج للإستهلاك على الصعيد العالمي للإنسانية ولكن ممكن أن نقولوا بأنه البلدان النامية ممكن أن نرى واحد لكارل في واحد الموقع اللي مكينتش بزاف ديال الغاز هاي في التساع ولكن كيعاني منها هو من بين البلدان اللي كيعانيوا بزاف غادين عانيوا بزاف طيب وإشكالية راهها بالنسبة للمريد أنا راجعوا الماء تتكلموا عن الماء لأنه طبعا هو أساسي اليوم ولكن راه كان مشاكل أخرى كين المشكلة ديال التربة جرفة ديال التربة كين المشكلة ديال التسحور تسحور كين المشكلة ديال ديفوغيستاشون إزالة الغابات كتتمشين كتتمشين عمليات كتتمشين كين إشكاليات متعددة ولكن إلا باش من تركزوا على شي حاجة مهمة هي قضية ديال إشكالية ديال الماء لأن الإشكالية ديال الماء يمكننا نقوله بأنه كان جفاف وكان كان أسباب خارج على الطاقة أسباب إزالة فوق الطاقة البشرية إلى أخير طيب زيان ولكن تبقى بأنه جزء كبير 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 ديال الإشكالية ديال الماء اليوم ربما يمكن أن نفهمها إلى مرة بتنهاش بالاختيارات اللي كانت في المجال ديال الفلاحي والمائي الفلاحي والمائي علاش نقول لكم أولا بالنسبة لاختيارات الانتاجية في لحق قلت لكم بأنه ما سمي بالنموذج تصديري نقول لكم الستينات إلى المغرب الأخضر إلى يوين هذا شنو هو نفس المصار كنكزوا على مواد لي كنقولوا بأنها عندها قيمة عالية ومتجها التصدير لأنها قد تجيب المردودية ومردودية بالعملة الصعبة طيب ولكن في نفس الوقت هي منتجات تستهلك الماء أكثر بكثير من المواد أخر هذي أشياء واضحة طبعا بتفاوت ماتشا ما كتستهلكش نفس الكمية كلافوكا أو تدلح ولكن عموما أمام اختيارات فلاحية اللي عندها كيف تقولكم منطق تصديري إلى آخر فسرنا هاشي ولكن ده ما كانت تكلموا اللي كانت زيدوه هو أنه هاد الاختيارات هذي راها كتعني مواد اللي في نفس الوقت هي مستهنكة بوفرة بإفراط للماء ها واحدة ومع الأسف نقول لك مشينا وحنا كنزيدو ضيارف هذه الاسعة لأنه نقوم بحادة ما للمغرب الأخضار قلت لك استمرارية كان في استمرارية ديال المنطق ولكن من أحطاء إمكانيات هائلة إذا للمشكلة ووسع المجال ديال المشكلة مين بدأ؟ كيدعم تدلح كيدعم لابوكا كيدعم تدلح 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 في الواحد في الواحد ديال الشرق إذا دعمق الإشكالية من قلت لك أعطاء إمكانيات هاكي إلى بدون حاسيب ولا راقي ها واحدة هذه من ناحية المشكلة ديال الاختيار ديال السياسة الفلاحية أرى من ناحية السياسة المائية أنها دبا شابكين أي سياسة مائية لأي سياسة فلاحية دبا قلت لكم في البداية بأنه وقع الاختيار وقع الاختيار على سياسة السدود السدود الكبرى وبتقنيات ديال التوزيع الدماء اللي هي التقنيات القديمة ديال الجرابيتار أي أنه بعد ذاك تعرفوا أنه الجرابيتار أربعين خمسين في المئة ديال الماكي بين الباراج وبين الضيعة أربعين في المئة اللي ما كانش يكسر ديال الماكي يتبخر في الطريق هذا ديال الجراب كان اختيار لي تقنيات اللي هي غير صائبة مع الأسف كتكرس هادو الفقدان يلا وما نقولش ما نجيش شي واحد يقولنا بالنقاف ستينات سبعينات تستقي بتنقيط ما كونش معروف الزاف عدد بلدان كانوا ضابطين هادو هادو التخنيين اللي كانت قائمة وكي كانت إرادة حقيقة كان يمكن نسوي أردنا ده بالمشكلة مين غير مش غيرنا ما غيرناش لازان ما زالي نقديرو السدود الكبرى وهذا مين تطورنا وقلنا بأننا غنديرو سقي بتنقيط أقول لكم أفسر لكم قبلها كيف أنه الاختيار ديال 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 أنك كتجي عند فلاح وكتقول له في حدود خمسة ديال اللي هي كتارات وتم بعد خمسة ديال 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 خمسة ديال 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 بزاف يوفرة وعطيتهم الإمكانية باش يستهلكوا بالجهنة الإمكانية ديال فورشة وما كي أنا أكرم إلا حاسيب ولا راقيب ما كي يمكنني أقولك بأنه عدب طبعاً أمام الكوارك اللي كينادوا اللي كتعدد بدأ كين كين محاولة هنا و هنا باش نديرو كونترات دو باسا مثلاً ونديرو هنا ما زال أشياء اللي محتشمة ولكن راه إلى حدود هذه السنة راه ديال اللي يبغيتي وكأن المشكلة ديال الماء ما كيش إذن قلت لكم كونترات سأقولك طبعاً يمكننا نتكلموا على الجفاف يمكننا نتكلموا على تقلبات المناخية يمكننا نتكلموا على تشوكل وكاين طبعاً ولكن يبقى أنه إلا ما حطينا شاتش كله في إطار اختيارة اللي هي اختيارة ديالبشر مش ديالبشر ومع الأسف الدافع دياله هو مصالح ضيقة وحد نحتى ممكننا نقولوا وحد نوع ديال الجشعة يعني كتشوف مثلاً مثلاً يمكنك تشوف بأنه حتى باش نربطه أحد مع أحد الجشعة آخر اللي هو استغلال الدعم ديال صندوق المقاصة بالنسبة مثلاً البيتان قاز بيتان يمكنك تشوف فلاح كبير كبير مجاناً ولا مدعم بثمانين في المئة مجاناً كتشعطيه الإمكانية باش يدير منتوج دات قيمة عالية الربحية عالية في في أحد المنطقة المنطقة اللي أصلاً فيها مشكل ديال الماء مشكل ديال لتسقطت ولا ديال الفرشة وتسمح له بهاتش يقول له في آخر المطرف جالتش يقول له يصدره صدقنا بلد ليعاني من ندرة الماء يصدر الماء زيما أشياء غير محقولة ماذا يتقول فرنسيين زيقول له أمار شلاتات كنتخلفوا على رأسنا والحق مشكلة إذن هدا هو هدا هو إذن كنت نقولوا بأنه آه 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 مين كان ديروہ تشخيص في الحقيقة مين كان ديروها تشخيص عادش كاني كاني بأنه أورا كان من كان فتحو بمجال لHis conheل شكرا